اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشاط المسائية الاولى ساعات قليلة قبل الشروع غدا في الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا والذي بدونه لن يتسنى للمواطنين الدخول الى المؤسسات العمومية والفضاءات العامة والخاصة شهدت مراكز التلقيح اقبالا مكثفا نتج عنه اكتظاظ شديد كما شهدت المنصة الالكترونية للتلقيح ايفاكس في الاربع والعشرين ساعة الماضية دخول اكثر من ثلاثة عشر الف شخص في ثانية واحدة ما تسبب في عطب تقنيا كبير حال دون استخراج المواطنين لعدد من جوازات التلقيح واكد مدير مركز الاعلامية بوزارة الصحة لطف العلاني في تصريح اعلامي صباح اليوم ان الفريق التقني تجند لتجاوز هذا الاشكال التقنية وبحسب الارقام الرسمية المحينة لوزارة الصحة فقد اتم اكثر من خمسة ملايين وخمسمائة شخص التلقيحة بجرعتين كما تعلم وزارة الصحة ان جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المعتمد في تونس يتم استخراجه بصفة مجانية مثل ما هو موجود على منظومة ايفاكس ويمكن الاستظهار به ورقيا او تحميله على الهاتف الذكي او الحاسوب ويقع الاستظهار به ابتداء من يوم غد عند الطلب مرفوقا بوثيقة هوية المعنى بالامر تبقى المرسوم الرئاسي عدد واحد المؤرخ في 22 اكتوبر الفارض اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس عن قبول الجواز الصحية التونسي بداية من يوم غد الخميسة في بلدان الاتحاد الاوروبية وافادت البعثة على صفحتها الرسمية في الفيسبوك ان المفوضية الاوروبية صادقت اليوم على الاعتراف بالجواز الصحية التونسية الذي يمكن استخدامه في بلدان الاتحاد بعد ان تم ربطه بنظام المصادقة الرقمي كوفيد بالاتحاد الاوروبي مبينة ان القرار يأتي في اتار الاعتراف المتبادل بين طرفين بالجوازات الصحية الصادرة عنهما اعلن وزير التربية فتحي السلاوتي ان وزارة التربية انطلقت في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ سنة الفين واثنين لافتا الى ان الاصلاح التربوية اليوم من اوكد المطالب التي يطالب بها الجميع وخاصة التلاميذة واضف في كلمته خلال ندوة حول مستقبل التعليم في تونس ان وضع المدرسة العمومية بات لا يرضي احدا مؤكدا ضرورة اقرار اصلاحا جذريا واعتبر السلاوتي ان المنظومة التربوية تعيش اليوم على وقع ازمات وظرف اقتصادي وماليا وصحيا صعب ولا بد من التعويل على ذكاء رأس المال البشرية وكفاءته للارتقاء بالمنظومة التربوية مشددا على انه بات من ضرورية اليوم مراجعة الزمن المدرسية حتى يتسنى للتلميذ هامشا من الوقت لممارسة انشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية داخل المدرسة ثم ازمة على جميع المستويات في مدرستنا العمومية على مستوى الصعوبات في البنية التحتية صعوبات مظاهر اللي اخذت اشكال ما كناش متعودين بها في الحقيقة العنف اللي استفحل في عديد المؤسسات التربوية وخارج المؤسسات التربوية على مستوى كيف كيف الاتار والبرامج اللي اليوم اثبتت وانه ضروري جدا تخفيف البرامج ابدينا في اصلاح برامج التعليم والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ الفين واثنين حتى لليوم نفت وزارة الصينعة والمناجم والطاقة اي نية للتفويت في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقة التي تعتبر رافدا من روافد التنمية بولاية القسلين والولايات المجاورة لها واضافت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم ان المصالح المختصة قامت بالتنسيق مع الطرف الاجتماعي باعداد برنامج لاعادة هيكلة الشركة سيعرض على انظار جلسة وزارية قادمة ولاحظت ان الحكومة حرست على تمكين المؤسسة من قروض خزينة لتمويل دورة الاستغلال وتأمين كتلة الاجور وهي متمسكة بضرورة انقاذ الشركة والمحافظة على ديمومتها وكان العاملون في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقة نفذوا امس وقفة احتجاجا على ترد الوضع المالي والاجتماعي للشركة والمطالبة بانقاذها من الافلاس والمحافظة على ديمومتها وعدم التفويت فيها للخواص في المعبر الحدودية براسجدير تمكنت فرق الديوانة التونسية من احباط محاولة تهريب ثلاثة وعشرين الف وسبعمائة واحدة واربعين حبة دواء مختلفة الانواع كانت ستهرب نحو القطر الليبية وحسب مصالح الديوانة التونسية فان هذه الاجوية المهربة كانت مخفية باحكام داخل خزان وقود سيارة يقودها تونسي اصيل احدى ولايات الوسطة وكان يستعد للمغادرة باتجاه ليبيا وقد تم وفق المصادر نفسها تحرير محظر في محاولة التهريب وباستشارة نيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمخالف للبحث والتحرية في إطار سد شغورات في أسلاك المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين حسب بلاغ الوزارة الداخلية تقرر تكليف عدد من المعتمدين الأول بكل من ولايات سوسا وسليانا وبنزرت وزغوانا كما تم تكليف كاتبين عامين بولاية يكبلي وتوزر هذا وقد تم تكليف عدد من المعتمدين بكل من جربة أجيم وجربة ميدون وبمركز ولاية المنستير وقفصة الشمالية وبمركز ولاية قفصة وبالكتار وبفريانا وحاسي الفريدة وفوسانا إشكاليات عديدة يشكو منها الفلاحون في ولاية الكاف تتعلق بتكلفة الإنتاج ومسالك الترويج والبنية التحتية وغيرها إشكاليات تم طرحها والنقاش في شأنها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للإنتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف رغم تقدم موسم الزراعات الكبرى لا تزال عديد المستغلات الفلاحية دون بذر بسبب نقص الأسمدة والبذور الممتازة وسط تضمر من الفلاحيين من هذه الإشكاليات التي تتجدد سنويا عام صعيب بها تم معنا الكلمة نحبس الأمطار الفلاح قاد يعاني خاصة في تربية الماشر القرط بعشرين دينار تبدن بعشر ألاف معناها الفلاح توا إيقاصي الأمرين والدولة غايبة على الميدان هذي ما تم دعم ما تم حتى معناها دعم للفلاح صعوبات القطاع الفلاحي كانت محور اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للفلاحة بالكافة الذي تطرق كذلك إلى صندوق الجوائح الطبيعية والإشكاليات التي يواجهها مربو الماشياء وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مختلف المستلزمات الفلاحية بما شجع على تنامي الاحتكار والسوق السوداء يعني يكفي باش نقول لك أننا نحن دولة مصدرة للفصفات واللمونيتر والديابي واحنا ما عدناش لا مونيتر للفصفات والديابي يكفي باش نقول لك إلي مثلا ماش دعم على جميع المستويات يكفي باش نقول لك أن جميع منظومات الإنتاج من حليب من الحم من جاج من زيت من زيتون كلها مضروبة يعني حقيقة نحن في وضع كارثي رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد مجيد الزار أكد خلال إشرافه على هذا الاجتماع ضرورة تغيير منوال التنمية وعطاء القطاع الفلاحي ما يستحقه من عناية باعتبار ارتباطه بالأمن الغذائي وما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية المطلوب هي الرؤية هي الفيزيون هي على أنه يصبح في منوال التنمية الفلاحة هي العمود الفقري في الموضوع صعوبات عديدة تواجهها مختلف المنظومات الفلاحية بولاية الكافة بما يستدغي حلولا عاجلة لإنجاح الموسم الفلاحية وتطوير القطاع الفلاحي بمساعدة التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وتوظيفها من قبل بعثي المشاريع الفلاحية وخريجي المعهد العالي للإعلامية بالكاف هو محور الندوة التي انتظمت في تبرقى على مدى ثلاثة أيام مساعدة الطلبة على تحسين مكتسباتهم العلمية في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال لتطوير القطاع الفلاحي بين أبرز أهداف الندوة العلمية والتكوينية التي نظمها المعهد العالي الإعلامية بالكافة على مدى ثلاثة أيام بمدينة تبرقى بمشاركة 45 طالبا بالمعهد وخبراء من تونس والخارج في إطار مشروع تحسين جودة التعليم العالي هذه الندوة هي تهدف موجهة لطلبة المعهد اللي هما مرسمين في الماجستر المهني ذات البناء المشترك في تكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال لتطوير القطاع الفلاحي يحضروا معنا شاركوا في الندوة هذه خبراء من تونس ومن خارج تونس أسادة جميعين وخبراء وشركاء اقتصاديين الندوة مثلت فرصة لطلبة المعهد العالي الإعلامية بالكافة للإتلاع على أحدث التكنولوجيات الحديثة والتجارب الناجحة في بعث المشاريع ذات السلة بالقطاع الفلاحي من أجل تطوير مكتسباتهم العلمية في هذا الاختصاص إذا كيف على الامورتونيتي هذه سمحت لنا ولعطتنا دي زي دي على دي ستارتاب على شلو نكونوا نحن دي جون ستارتابر بش نساهموا في تطوير القطاع الفلاحي نحن مختصين في مجال التكنولوجيات الحديثة أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نجتهد ونحاول ونسعاو أن نوضفهم لخدمة المجال الفلاح لأن نحن من الناس المقتنعين أن الفلاحة لو أننا نركزوا عليها بفضل إن شاء الله هذه التكنولوجيات قادرين أن نجاوزوا الصعوبات الموجودة في الفلاحة عدد من الخبراء الذين شاركوا في الندوة شددوا على أهمية هذا اللقاء العلمي لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة في مجال بعث المؤسسات الناشئة وتطوير القطاع الفلاحي في الاقتصاد في الصناعة في كل ما يمكن الاشتغال عليه في المؤسسات التي تقدم منتوجات ذكية والهدف هو أن بينهم أن هناك علاقة موجودة ما بين التكوين ما بين ما يطلبه سوق الشغل حسن توظيف المعلوماتية في القطاع الفلاحي والمساعدة على حسن استغلال الموارد الطبيعية عبر تطبيقات متطورة هي واحدة من أبرز الرهانات المستقبلية للباعثين الشبان في هذا القطاع ذو التشغيلية العالية في السنوات القادمة بين خبايا الطبيعة وثنايا مسالكها بمعتمدية مساكن من ولاية سوسا وتعزيزة لسياحة الأيكولوجية بالمنطقة تم أحدث مسالك سياحية بيئية جديدة بالجهة في بديرة للتعريف بمخزون الجهة الطبيعية والحضارية هذه المناظر الطبيعية تتميز بها منطقة الفردة من معتمدية مساكن وما تحتويه من نباتات وأشجار بأشكالها والتنوعها وبتضاريسها الجبلية فضلا عن السبخة التي أظفت على المكان إشعاعا من جمالها الطبيعي والبيئي اكتشاف والعمل على أحداث مسلك سياحي بيئي جديد يكون فيه معناها للسياحة البديلة أو السياحة البيئية نصيب الأسد وسياحة القرب التي تدخل إلى القرى بولاية سوسة وتدخل إلى ريف بولاية سوسة لتثمين ما هو موجود من مخصون ثقافي وحضاري بيئي يمكن استغلاله لجلب نوعية جديدة من السياح سواء كان من داخل الوطن أو خارج فما مناطق تستحق بيش تكون وجهة سياحية جديدة وطريقة متاع سياحة غير تقليدية ضمن المشاريع عن الخمو فهي اليوم في المستقبل تكون عنا مسلك سياحي مركز تخين ويكون عنا تفكيف نوعية متاع سياحة جديدة إيكولوجية فهي الطبيعة فهي الهواء النقي فهي مناظر طبيعية ممتازة ينجم من أي إنسان سواء من داخل تورس أو من خارجها ينجم جي أريفهم ساكن ما زالت محافظة على ملامح أصلتها الثقافية من أجل زائر يبحث عن بدائل ثقافية مغيرة نحن نخرج من الإطار ونعمل ضد في منات قريبية قريبة السوسة هي قريبة من منات قريبة ونوريه منتوج جديد ونوريه زاد الأوكليت التقليدية ونعيشون في منات قريبة لسوسة جولة استكشافية اكتشفنا فيها بعض المناطق في أحوال سوسة وهذه السياحة التي السائحة يحب يطلع عليها أكثر من السياحة الشاطئية وأكثر من السياحة كما السياحة طبعا الاستشفائية والسياحة الطبية في الكل يعمل على تثمين السياحة البديلة والدفع نحو الاستثمار في هذا الإطار على مستوى الاستضافات العائلية والإقامات الريفية على أراض فلاحية شاسعة تجلب نوعية جديدة من السياحة ونختم بالخبر الرياضي فقد أحرز البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفنوي ظهر اليوم الميدالية الفضية في سباق الـ 1500 متر سباح حرة ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي محطماً الرقم القياسي الإفريقي في هذا الإختصاص بتوقيت قدره 14 دقيقة و10 ثواني و94 جزءاً من الثانية وأحمد في المركز الثاني برقم أفريقي جديد أحمد أيوب الحفنوي ونشير مشاهدين الكرام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر